مرحبا وضحياتي لجميع بعد سنة واحدة من نشره لروايته الأولى سيد الزباب والتي ستحقق نجاح باهر ونجاح سريع جدا سينشر الرواي والأديب والمفكر الإنجليزي الكبير وليام جولدينغ جولدينغ المولود كما تحدثنا سابقا في سنة 1911 والمتوفى في سنة 1993 فبعد سنة واحدة من سيد الزباب سينشر الرواية الثانية وتحديدا في عام 1955 وكانت بعنوان الورثة الورثة وكما يخبرنا جولدينغ فبعد أقل من شهر من نشره لرواية سيد الزباب بدأ مباشرة العمل على هذه الرواية الثانية والتي تدور إن أردتم حول نفس الفكرة المحورية التي تعالجها بشكل عام روايات جولدينغ وهي مسألة نزعة الشر المتأصلة في داخل الطبيعة الإنسانية هذا الإنسان هذا الكائن الذي اخترع كل ما من شأنه أن يسيطر مثلا على هذه النزعة في داخله من حضارة أديان أخلاق أعراف قوانين إلى آخرين إلا أنها جميعا فشلت فشلت كما يوحي لنا جولدينغ في أغلب أعماله فشلت في القضاء على الوحش الكامن في داخلنا الكامن في داخل الطبيعة الإنسانية هذا الوحش الذي يكشر عن أنيابه عن مخالبه طبعا بين كل فترة وأخرى ليظهر على حقيقته وليظهر أيضا من جهة ثانية حقيقة ما هو وحقيقة ما كانه في العصور البدائية الصحيقة لكن منهم الورثة الذين تتحدث عنهم الرواية طبعا قد يعتقد البعض بأن الرواية تتحدث عن أشخاص محددين باعتبارهم ورثة لترك ما أو لثروة ما أو لإنسان توفي وخلف وراءه أموال طائلة وأطيان كثيرة إلى آخره لا في الواقع الورثة هم نحن نحن وأسلافنا الأقربون نحن بمعنى نوعنا الإنساني هذا النوع الذي يعرف بالإنسان الحديث أو الهوموسابين بحسب المصطلح العلمي أما الميراث فيتمثل في القصوى والشر فقد ورثنا عن الأسلاف هذه النزعة الشريرة وتلك القصوى الجامحة الموجودة في داخل الطبيعة البشرية ويصور لنا جولدينج هذا الشرء المتأصل القادم من أسلافنا من خلال قصة قصة حدثت في الأزمان الصحيقة وكيف أن أسلافنا القدماء أبادوا دون أي رحمة نوع إنساني آخر هو نوع الهومو نياندرتال أو إنسان النياندرتال وكيف ورث أسلافنا القدماء الأرض وما عليها كما يقال بواسطة القوة والتسلط والقهر فبكل بساطة أتى الإنسان الحديث الهوموسابين وقتل إنسان النياندرتال لبل أباده وورثه لكن قبل أن نسرد موجز عن القصة لنحاول أن نعطي نبذة ولا موجزة عن عن النوعين فبداية النوع الإنساني الهومو يعني النوع الإنساني بشكل عام الذي يعرف بالهومو لم يقتصر تاريخيا على الإنسان الحديث الموجود اليوم أو الموجود حاليا لا كان هناك عدة أنواع وأجناس بشرية أخرى عاشت لفترات متفاوتة على الأرض وجميعها تنتمي لنوع الهومو بمعنى لنفس الشجرة التطورية لعائلة الإنسانيات الهومو ومن ضمن هذه السلسلة هناك إنسان النياندرتال إنسان النياندرتال فتظهر لنا الحفريات وكل الآثار المكتشفة أن هذا النوع الإنساني النياندرتال عاش منذ ما يقرب من 350 ألف سنة مضط عاش في أوروبا وأسيا تحديدا في المساحة الممتدة ما بين إسبانيا ووسط آسيا وتخبرنا الكشفات بأنه انقرض بالكامل قبل حوالي 24 ألف سنة من اليوم وبالتالي ففي يوم من الأيام عصرنا كنوع الهوموسابين عصر الإنسان الحالي نوع آخر من البشر أو من أشباه البشر وهم نوع الهومو نياندرتال أما نوعنا الحالي فهو الهوموسابين بمعنى الإنسان العاقل الحديث في الواقع نحن النوع الإنساني الوحيد الناجي والباقي على قيد الحياة من كل العائلة الإنسانية فكما قلت سكنت الأرض أجناس مختلفة من أشباه البشر من البشر وحتى أنها تعاصرت تماما كما عصرنا النياندرتال في فترة زمنية لكنها جميعا انقرضت انتهت انقرضت بادت وبقينا نحن نوع الهوموسابين وفي الواقع فآخر نوع بشري وجد قبل نوعنا هو النياندرتال النياندرتال الذي هو في نهاية الأمر فرع من نفس الشجرة التطورية التي ظهر منها الإنسان الحالي بمعنى أنه نشأ من نفس الجد الذي نشأ عنه نوعنا الحالي لكن النياندرتال ترك أفريقيا في وقت مبكر فيما نحن تركناه في وقت متأخر أو بشكل أضاق فقبل حوالي مئة وخمسين ألف سنة وعندما كان إنسان النياندرتال منتشر في أوروبا وآسيا وكان متكيف بشكل أو بآخر مع البيئة الجديدة في هذه الفترة بدأ أو نشأ جنس الهوموسابين وهكذا إلى أن خرجنا من إفريقيا في رحلة بحث عن الطعام والموارد وعندما وصلنا إلى أوروبا عندما وصل أسلافنا القدماء إلى أوروبا طبعا وجدوا إنسان النياندرتال وبعدها مباشرة بدأ العد التنازلي لانقراضه طبعا هناك فرضيات كثيرة جدا تربط ما بين مسألة وصول الإنسان الحالي وانقراض النياندرتال بمعنى أن الإنسان الحالي ربما هو المسؤول أو هو السبب المباشر في فناء نوع النياندرتال فالفرضية التي أو التي هي متداولة بكثرة تقول بأن الإنسان الحالي هو من من ساهم في إنقراض النياندرتال من خلال كل تلك المجازر الجماعية ومن خلال الإبادة الجماعية التي نفذها بحق هذا النوع الإنساني وساعدته طبعا مجموعة من العوامل فمثلا لم تكن لدى إنسان النياندرتال القدرة على مواجهة الإنسان العاقل الحديث لأنه كان يفوقه ذكاء ومهارة ولأنه كان متفوق عليه تقنيا وثقافيا تقنيا من حيث صناعة واستعمال الأدوات وتسخير ما في الطبيعة لخدمته وثقافيا من حيث أن الإنسان الحديث أكثر تطورا على المستوى الثقافي حتى أنه اخترع اللغة كأداة مهمة جدا في عملية التواصل أيضا ما يرجح هذه الفرضية هو ذلك الاعتقاد الشائع بأن إنسان النياندرتال عبارة عن همج متخلفين وحوش فكان أن أتى الإنسان الحديث وطبعا رأى النياندرتال ونظر إليهم بنظرة دونية على اعتبار أنهم مجرد همج وحوش يجب التخلص منها لأنها تزاحم هذا الإنسان الحديث على الأرض على الموارد على الطعام إلى آخره فهذه فرضية لكن برأي الشخصي تمثل هذه الفرضية احتمال ممكن وكبير جدا والشواهد كثيرة من تاريخنا البشري هذا التاريخ الدموي فمن يشكك في الفرضية طيب ما عليه إلا أن يسأل سكان أمريكا الأصليين وماذا حدث لهم فنفس الشيء أيضا عندما اكتشف الرجل الأبيض المتحضر القارة الجديدة وجد هناك مجموعة من البشر نظر إليهم بنظرة دونية رأيهم عبارة عن مجموعة من البرابرة والمتخلفين والهمج الرعاع الذين سيزاحمون هذا الرجل العاقل المتحضر هذا الرجل الأبيض أو على حد تعبير نيتشي هذا الوحش الأشقر على الموارد والطعام والأرض نفس الشيء وهذا ما حدث في أستراليا مثلا أيضا وفي أماكن أخرى فالتجربة تكاد تكون واحدة أيضا عندما وصل الإنسان العاقل من إفريقيا إلى أوروبا وآسيا وجد مجموعة من البشر رأهم متخلفين وحوش وسيزاحمونه بطريقة أو بأخرى فنفس الشيء أيضا أعمل فيهم القتل وارتكب بحق أبناء عمومته واقعا مجازر وإبادة يندلها الجبين تماما كما حدث مع السكان الأصليين للأمريكيتين لكن الفرق أن إنسان أن يندرطال لم يستطع أن يقاوم وانتهى في حين أن السكان الأصليين يعني استطاعوا أن يصمدوا بشكل أو بآخر رغم أنه في فترة تاريخية معينة يعني كاد هؤلاء أن يلقوا نفس المصير مصير الإبادة التامة والانقراض يعني كما لاقى إنسان أن يندرطال بشكل أو بآخر على العموم وبالعودة لرواية الورثة لجولدينج ففيها يقدم لنا جولدينج صورة مختلفة عن ما حدث وأيضا صورة مختلفة عن إنسان أن يندرطال فكان الأعتقاد الشائع في فترة نشر الرواية أن هذا الإنسان متوحج همجي آكل للحوم البشرية وأنه كان صحيح يشبه البشر لكن كان كائن غبي كائن متخلف ليس لديه لغة أو ثقافة إلى آخره لكن سنجد أن جولدينج لا سيتقصى أكثر حول الموضوع أو عن الموضوع وسيستطيع أن يصل إلى بعض المعلومات التي تفيد بأن إنسان أن يندرطال صحيح لم يكن في مستوى الإنسان الحالي من حيث الذكاء واللغة والصناعة إلا أنه بالمقابل لم يكن وحش همجي لم يكن كائن بربري طبعا بين قوسين كما كما تستعمل في الغرب أو في الأدبيات الغربية لا لم يكن إنسان همجي بل كان كائن بريء رحيم يعيش في كهوف لديه ثقافة يفهم ما معنى العائلة لديه علاقات اجتماعية بين أفراد النوع وكان لديهم لغة صحيح بسيطة لكن كانت لغة للتواصل تعتمد على الإيحاءات لكنها كانت كافية للتواصل ولبث المشاعر بين بعضهم البعض حتى أنهم ربما امتلكوا طقوس لتكريم الموتى ودفنهم وربما كان لديهم اعتقاد بيوم آخر أو بشيء من من الدين مثلا إلى آخرين والجميل في الرواية أنها تقدم لنا صورة عما حدث من خلال رواية إنسان النياندرتال وهذا عمر لافت وإبداعي بدون أن نشك من جولدين فالقصة يرويها لنا النياندرتال وتتمحور الرواية حول عائلة من النياندرتال مؤلفة من عجل عجوز وامرأة عجوزة وأربعة بالغين وفتاة صغيرة وطفلة رضيعة هذه الرعاية المسالمة كانت تعيش يعني حياة عادية جدا حياة بسيطة تنتمي إلى تلك العصور الصحيقة وهكذا إلى أن غزاها الإنسان الجديد فقتل أفرادها بوحشية وبقصوة لأنهم كما رأوهم هذا القادم الجديد وحوش وربما شياطين في هيئة بشر قبيحي الشكل والجسم فكان أن قتلهم بدون أي رحمة طبعا ليستولي على هذا الكهف مثلا وفيما خص القصة لنشهد بعد قتل العائلة سرقت الطفلة الرضيعة من العائلة الميدة وكيف عاد بها بعض من أفراد هؤلاء القادمين الجدد عادوا بها إلى موطنهم فمن خلال هذه الرواية يصور لنا جولدينغ مأساة إنسان النياندرتال الذي لم يستطع أن يصمد أمام عدوه الأكثر تطورا والأكثر شرا وقصوة هذا الإنسان الجديد الذي طرد النياندرتال من الكهوف التي عاشوا فيها هذا الإنسان الجديد الذي زاحم النياندرتال على نفس الطعام على نفس الصيد مثلا وكيف أن هذا الإنسان الحديث أعمل فيهم القتل والإبادة حتى أفناهم عن آخرهم وهم في نهاية الأمر كائنات من نفس جنسنا من نفس دمنا طبعا في تجلي ناصع كما يحاول أن يقول لنا جولدين في تجلي ناصع لتلك الوحشية عند هذا الكائن الإنساني هذا الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقتل لمجرد القتل هو الكائن الوحيد الذي يمارس التعذيب والتنكيل والإهانة عن سابق تصميم وهكذا لنقول في الواقع نصب جولدينغ نفسه محاميا عن هذه المجزرة وعن هذه المذبحة التاريخية المروعة والتي كما قلت تضاف إلى السجل الدموي الحافل لنوعنا العاقل فمن خلال هذه الرواية أعاد جولدينغ لنقول فتح القضية أمام محكمة التاريخ ودافع عن عدالة قضية النياندرطال في وجه من في وجهنا نحن نحن الورثة نحن جيل اليوم الذين ورثنا الأسلاف السابقين لم نرث فقط الجينات والدم والصفات الخارجية والعقل والذكاء لا واقعا كما يقول لنا جولدينغ ورثنا أيضا الطبع هذا الطبع المتأصل فينا فنحن اليوم تماما كما أسلافنا القدماء نحن اليوم على اعتبار أننا أحفاد أولئك نحن اليوم وإن كنا وصلنا إلى القمر وغزونا الفضاء وغصنا عميقا في داخل العالم الكمومي إلا أننا كما يرى جولدينغ ما زلنا بشكل أو بآخر نحتفظ نحتفظ بكل طبع أسلافنا الذين عاشوا في الغاباد والأدغال وطبعا هي طباع السباع والوحوش الضارية والمفترسة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر